أدخل مع حضرتك في مشروع إنتاج التقاوي عندنا عشر تلاف باحث بسبق الزمن عشان ينتجوا التقاوي لمصر مشروع الإنتاج التقاوي من بزور الخضر ده من المشروعات الكبيرة برضو اللي بيرعاها ويتمحها بصفة شخصية في خمس السيد الرئيس لأن إحنا أصلا في الماضي بكونا بنستورة كل إنتاجنا 97 أو أكتر من بزور الخضر وبالتالي كان هناك توجيه ليه وإحنا عندنا زملائنا الخبراء في مجال بحث الزراعية وعندنا الإمكانيات فبدأنا فعلا في إنتاج هذا المشروع إحنا الحمد لله يعني بدأنا نشتغل فعلا إحنا سجلنا يعني بدأنا نشتغل على 11 صنف طماطم وبدنجان وفلفل ولوبيا وفصوليا وبسلة وبطيخ وكانت لوب 11 صنف وكوسة وخيار إحنا بنشتغل دلوقتي في حوالي سجلنا 15 صنف على 11 صلعة هذا المشروع نقلة كبيرة وبياخد دعم كبير وميزة هذا البرنامج إيه إنها تبقى بزور متأقلمة مع البيئة المصرية كمان التكلفة أقل إحنا كل الهدف منه إن إحنا برضو لنقدم للمزارع المصري بزور جيدة متأقلمة مع المناخ ومع التغيرات المناخية اللي إحنا بنشوفها دلوقتي وكمان بتكلفة أقل حالك ذكرت التغيرات المناخية سببت كوالس ستيرة جدا هذا العام اللي رشاد الزراعي بدأ يتحرك نقول للناس إزاي نحمي التزهير اللي على الشجر من هذه التغيرات البرودة الشديدة والحرارة الشديدة التغيرات المناخية أكثر قطاع متأسل فيها هو قطاع الزراع لأنها بتؤدي إلى أولا بتؤدي إلى إحتياجات مياه للنبات أكتر بتؤدي إلى زيادة معدلات البخر بتؤدي إلى تغيير فصول وموعيد الزراعة بتؤدي إلى تأثير على الأمراض والحشرات وبالتالي هذا القطاع محتاج إن إحنا نشتغل عليه وإحنا يمكن كلفنا زملائنا في البحث الزراعية وكل الأقسام البحثية إن إحنا نعمل استراتيجية لتأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة من حيث استنبط أصناف جديدة أصناف مقاومة للحشرات وكذا أصناف مبكرة النمو أصناف تتحمل الملوحة أو تتحمل نقص المياه تتحمل الإجهاد البيئي زي ما أنت شايف تتناسب مع التغيرات المناخية هناك برامج كثيرة والدولة يعني في توجيهات وكاتت متابعة من أسبوع من دولة رئيس الوزراء شخصيا في سبيل مسألة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة وعلى القطاعات المتعددة إن شاء الله هنعمل استراتيجية متكاملة ونقدمها بحيث إن إحنا نبقى مستعدين فهذا الأمر ويمكن حضرك بتشوف حجم النشرات اللي إحنا بنطلحها بصفة دورية من زملائنا الباحثين سواء فيما يتعلق بالإنتاج النباتي السمكي الحيواني لأن ده كله بيتأثر بالتغيرات المناخية ونأمل إن إحنا نقدر نساعد بقدر كبير لأن ده برضو هيأثر على الفجوة الغذائية والأمن الغذائي لكن الحمد لله إحنا حتى الآن مستقرين فأعتقد إن إحنا مستعدين وإحنا بنشتغل على هذا الملف بصورة كويسة